استقبل وزير الداخلية محمود توفيق بمقاري وزارة الداخلية الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة جاءت تلك الزيارة بهدف تقديم التهنئة لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقدم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة تجسد صفحة مضيئة من سجل الوطنية والنضال المصري وتعكس تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن الوطن وأمان المواطنين في مواجهة عدو تسلح بعتاد وذخيرة معربا عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتواصلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والتصادي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره من جانبه أشهد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة لتدعيم ركائز الأمن والتنمية والاستقرار في كافة ربوع البلاد مشيرا إلى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم في القوات المسلحة باعتبارهم جناح الأمن للأمة المصرية مؤكدا أن التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين بأحرف من نور تواصل الأجيال في مسيرة البذل والعطاء وفاء لتطلعات الشعب المصري العظيم وفداء لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة ترجمة نانسي قنقر